طيب احنا عرفنا الوقت اسماء الشهور الميلادية وعدد ايامها طب تأتي بقى المشكلة بتاعت لقينا شهر غريب كده اللي هو تلك فبراير ده 28 و29 يبقى ده طلع من ايه بقى من انواع السنوات الميلادية السنوات الميلادية يا شباب بتنقسم لقسمين قسمة اسمه السنة البسيطة وقسم اسمه السنة الكبيسة السنة البسيطة عدد ايامها 365 يوم وسنة الكبيسة 36 يوم يعني ايه يعني فيه سنة بتيجي عدد ايامها غير التانية ايوة البسيطة ده 350 يوم لان فبراير فيها 28 يوم والكبيسة بتيجي 366 لان فبراير فيها 29 يوم طب بيجي ازاي ده نعرف منين طب واحد يقول الله يعني انا دلوقتي انا بتعمل في سنة ميلادية مثلا سنة 2005 او سنة 2010 او سنة 2020 السنوات دي اعرف منين انها كبيسة ولا بسيطة هل فيه قاعدة اه طبعا فيه قاعدة فيه قاعدة تعرفني نوع السنة يعني ما قولك اودع محمد مبلغ في سنة 1996 ها لازم تبقى حولك عارف 1996 دي سنة كبيسة ولا بسيطة طب هعرف منين نعرف من الشريحة اللي جاي عملت لك برضو جدول بسيط خالص الجدول ده كاتب لك ادي نوع السنة يا اما بسيطة يا اما كبيسة تحت السنة البسيطة بقى كاتب لك تلت حاجات عدد ايامها او 365 طريقة معرفة السنة ازاي يعرف بقى ان السنة بسيطة اقسم السنة على اربعة رقم اربعة ده سابت فاذا كان الناتج لا يقبل القسمة يعني ايه لا يقبل قسمة يعني يديني عدد صحيح وكسر يبقى السنة دي تبقى اعتبر سنة بسيطة فما اديك مثال بسيطة عشان تفهم لو بتعامل انا سنة 2017 عايزة اعرف انا دي كبيسة ولا بسيطة يعني عدد ايامها كام اقسمها على اربعة على الالحزب تديني خمسمائة واربعة وربع يعني وخمسة وعشرين مهمة يبقى دي كسر رقم صحيح وكسر صحيح زي الكسر يبقى دي سنة بسيطة يعني ايه بسيطة يعني 365 يوم يعني ايه برضو يعني فبراير 28 يوم بس يبقى لما أسمت السنة عرفت كذا حاجة عرفت اسم السنة عرفت عدد ايامها عرفت ان فبراير 28 يوم يبقى لما أسمت السنة على اربعة عرفت تلات حاجات اسم السنة عدد ايامها ان فبراير 28 يوم تعال بقى النوع التاني نوع السنة التاني اسمه ايه كبيسة عدد ايامها 366 يوم ازاي يعرف اقسم على اربعة فيكون الناتج عدد صحيح فقط زي سنة 2020 ان شاء الله اللي دخل علينا كمان شهر ونص دي ولا شهرين سنة 2020 اللي ما اسمها اربعة ديتني 505 كويس ديتني 500 وخمسة يبقى ده عدد صحيح يبقى عرفت منها ايه بعرفت ان اسم السنة دي كبيسة وان عدد ايامها 366 يوم وان فبراير بعتها هزيه سنة 29 يوم الله يعني سنة زي ايه مثلا يا شباب سنة 2000 دي بداية القرن الجديد صح دي سنة اقسم كده 2004 تديني كام 500 يبقى دي سنة كبيسة كبيسة يعني فيها يوم زيادة 29 يوم فبراير ده طب زود على دي اربعة سنين يبقى يبقى سنة 2004 كانت كبيسة وزود اربعة 2008 كبيسة 2012 واثناشر كبيسة وهكذا بقى وانت ماشي اربعات بعد 2000 او قبل 2000 انا بقول 2000 كمسل عشان 2000 سنة سهلة سهلة في الكلام يعني لكن سنة 96 كبيسة سنة 92 كبيسة سنة 88 كبيسة لو برجع لورا الماضي لو بطلع لقدام بعد سنة 2000 يبقى 2004 2008 2012 وهكذا وانت ماشي يبقى دي اسمها كلها سنوات ايه كبيسة فيها فبراير 29 يوم طب فيما الحقز هنا بقولك ايه لا يأتي لا تأتي السنة الكبيسة الا كل اربع سنوات يعني حضرتك لو لو واحد اتولد يعني حرارك تاريخ الميلاد بتاع حضرتك بالميلادي حضرتك اتولدت يوم 29 فبراير سنة 2000 لانها سنة كبيسة حضرتك عيد ميلادك هتحتفل بي كل اربع سنوات يا 29 ببراير ده حرارك هتشوفه المرة الجاية امتى بقى سنة 2004 وهتشوفه تاني سنة 2008 يبقى حرارك ما بتعرق يوم عيد ميلادك ده ما بيطافقش معك إلا كل اربع سنين مش معنى كده انك ما بتزيدش في العمر يعني لا بتزيد طبعا في العمر ولكن ايه اليوم نفسه اللي حركت ولدت فيه وسجلت فيه في شهادة الميلاد لا يأتي الى كل اربع سنين ده طبعا في حالة السنة الايه في حالة السنة الكريسة وبكده احنا تعرفنا على بعض الاساسيات اللي هتفيدنا في الرياضة المالية كلها يبقى انا هتعامل دايما في المعاملات بتاعتي بالسنوات يبقى عرفت ان انا لان تجيلي حاجة غير السنة او دعب الشهر او دعب اليوم هحولها الى سنة طب باليوم لقيت ارقام غريبة كده 65 و 66 اتعرفنا ما هي ال 65 وما هي ال 66 وتعرفنا على معنى الشهور وايامها وعدد ايام الشهور وتعرفنا على كل الحاجات دي بقى احنا النهاردة في الفيديو الاولاني ده اعتبروا فيديو تأسيسي لهذه المادة لاني بعد كده وانا شغال في المسائل خلاص بقى مش هقف يناير عارف مين يناير فبراير عارف مين فبراير عارف السنة دي السنة دي 365 ولا 66 واحد يقولي طب فيك كان رقم غريب كده اسمه 365 اقولك سيبوا الوقت ان شاء الله ونلتقي في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله